اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى تواسي من يراه ابوه مذبوحا وشاء الله ان يلقى الفداء من ياترى كان الفداء حتى ينجي الله اسماعيل اذ لب النداء ها ان اسماعيل اجل ذبحه لاب النبي محمد وفداه ربي ابن خير الانبياء في كربلا للحزن رائحة ويعقوب تحسسها وايقن ان يوسف عائد وقميصه لكن فمن يبكي لزينب والحسين دماؤه قد لوانت رمل الطفوف بخيط احزان وصاقة رداء في كربلا عيسى بن مريم لم يعود يحيي بإذن الله اجسادا لأن حسين كان هناك يحيي روح أمته ويفديهم ويصلب رأسه من أجلهم في يوم عاشورا في كربلا كما هزت جدع العين دمعته وزينب والريم أخرى يجددها شموخ الكبرياء في كربلا رأس نبي الله يحيى هل سيحزنك البقاء لدى دمشق وليس رأس حسين جاءك زائرا يهدي إليك عزاءه أم أنت تعطيه العزاء في كربلا ما كان أيوب ليصبر كل هذا الصبر لولا أن رأى رأس الحسين يفوقه صبرا فأيوب له ماء ومغتسل يعيد له نظارته ولكن الحسين هناك تكسله رمال الطف من درر فناء في كربلا وكأن ماطاها تحاصره قريش وجميعها شمحوا لهم ضرب الحصار لاعمه أبدالهم لينا ولهم غيروا ذاك القرار عادت قريش في يزيد وعادت طاها في الحسين عادت قريش في يزيد وعادت طاها في الحسين والله لا أشرا ولا بطرا خرجت وإنما أبغي الصلاح والله لا أعطيهم إعطاء مذلول الجناح لا الملك يغريني ولا من أجله جاهت والله والله لو وضعوا جوار الشمس أو وضعوا القمر إما أموت مجاهدا في الله أو يأتي الظفر نال اثنتين قتلا ينال به الخلود ولكل مظلوم على الظلم انتصر من آدم حتى جميع الأنبياء سر البداية والفناء في كربلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة